مثل الخير كيف كون شو الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير هالوردات ذكروني بشي كتير شي كتير يعني شي كتير شي كتير حلو شي كتير بشيع ما بهمني كتير الموضوع تمام ولكن هالوردات طبعا شكرا للكلاينت عندي اللي بعدتون وشكرا إلك ولا تقديرك طبعا لكن ذكروني بشي ذكروني انه مثل هالأيام السنة الماضية كنت عم بتعرف على شخص في طور انه يصير شغل معه ولكن هذا الشخص سبحان الله يعني صورة كاركتير إنسان إنسان لنقوم محترم ولكن نجوها شيطان شيطان بكل معنى الكلمة طبعا اللي بيكون بيداخله في شي خير شر ما بيقدر الخير بيضل خير والشرير بيضل شرير والوسخ بيضل وسخ ما فيك تلبس توب تاني لأنه رح يرجع إذا انت لابس توب نضيفه وانت وسخ رح توسخه لهذا التوب هذا شي واضح وصريح فعن طريق أحد الأشخاص المعرفة وقال الله يسامحه يعني بقلك الله يسامحك إنك عرفتني على هذا الكاركتير تواصل معي مرة مرتين وأنا عادة بالمجمل التليفون صامن بـ 99% من الأوقات ترى التليفون على الضوء أو برجع باتصل إذا ما بعرفه إذا ما بعرفه بعت له واتس آب إنه مين حضرتك لأنه مشان ما تقع بقصة إنك تواصلت مع شخص ما بتعرفه أو بيقلك رنات بالغلاط المهم تواصل معي بعد مرة مرتين لتلت أتوقع خمس مرات وكان هذا الرقم وارد عندي يعني شفت سمعت عن المركز من قبل I refuse it already لما إجا بعد ثالث بعد ثالث تواصل أو خامس تواصل وبيفارق أكثر من 8 أيام وأنت بتذكر هذا الكلام أكيد عم تحضرني أكيد عم تحضرني حط ديسلايك صار هلأ يوتيوب ما بيحط لك ديسلايك تمام بيحط بس اللايك الناس عم ترتقي إن شاء الله أنت ترتقي فتواصل معي لقيته لما إجا جنب المركز IOSL كانت مرضان فقلت له شوف أنا بقدر شوفك جنب المركز فإجا حضرته لقيت واحد فريخ بتقول له فرخ فرخة صغيرة فرخة صغيرة يعني سصوص يعني سصوص بريق بتشوف شخص واحد هك أنا عندي أسس صار أنه بتتعامل مع شخص مثلا بعمر محدد It is related to his decision عرفت عليه كيفين وكيف تتعامل معه يعني القرارات لا تؤخذ إلا من الرجال سواء كانوا ميز أو فيميلز القرارات لا تؤخذ من الرجال حتى النساء بدوا يكون من داخلهم في عزة وكرامة ونخوة ونخوة رجالة هي وعزة وكرامة ونخوة شفتوا فريخة يمشي هكي وقعد هكي على أساس أنه مقدب هكي ما بيطلع فيك إذا طلع فيك بيطلع نظرة ويشيح بنظره هلا أحدهم اللي بيقلي بيشيح بنظره هكي بالطب نسميها رأ رأة نحن باللغة العربية رأة تمام؟ يا سقسق تسمى رأ رأة أحدهم أشار عليه أنه ممكن ممكن أتوقع أنه معه توحد هذا الشخص يعني ما بتحسوا هكي على أساس أنه طيب وهكي ويمشي بيمشي مثل الصوص لمشي مشي الصوص أو بطة فرخ البطة أو الصوص يعني الصغير بيمشي على أساس مثلهم وهكي بيعمل بشاراته على أساسه طبعا أنا مرة اقترحت له موديل شعر بعدين أفهم أنه في حدي قوة تانية عم تغيره بالبيت الشعر اللي عادة بالمجمل الوجه اللي بيكون متاول أخذ بالطول أو عريضه طويل بدك تحاول أنت توزع الشعر بشكل أنه تخفف منطوله أو تكسر العرض هذه أحد القواعد مثل في قواعد حتى بالنظارات إذا بتعرف تلبس النظارات يا بعدي هذا تعرف تلبس مقصود من المستوى اللي بتتعامل فيه مع البشر خصوصا أنك أنت عم تتعامل مع شريحة طبية الطبية يعني المفروض جيدا 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 يعني أنه دارس مضبوط المفروض فلازم تعرف تتعامل معه مو أنه دخلت أنت ولأنك بتشتغل بمركز تجميل أنت مش مستثمر بمجال التجميل مش أنك بتشتغل يا سوء سوء مش أنه بتشتغل بمكان تجميل فأنت معناتك بتعرف بالتجميل ومش أنه إذا كانت مدعمتك اللي مخب بها هي دكتورة لا لا عادة نشوف لعلمك أنا الوجه اللي مطاول ما بيلبقلوا للتسريحات اللي بتكون هي أخذي بالطول تمام لازم تكسر هذا الموضول بالوجه العريض كتير كمان لازم تحاول من جهة تخفف العرض ممكن بالشعر أو ما تزيد الشعر مشان بيبين كتير عريض حسب الشخص فلما بيوجهوك لتسريحة معينة هي بتفيدك مش أنه عندك خلط بالبيت ما بتعرفتها من معها أو خبيها طبعا بالسر أتمنى أنك تفهم شو قصدي وأتمنى أنت فلما أنا لتأيتك أول نظرة كانت مخابت معي ولكن مش خدعني أنا قلت للنسان من بنبط وطيب وأنت مش من بنبطك طيب أنت لما أول مرة كشفت أنك عم تحط على سناب شات ومفكرني ما بيستخدم سناب شات داعيات لحد الثاني ما هيك كان كلامك حتى دوم لما قابلت صديقي وكان هو أول مرة يعني ها حسيت أنه مرتك بعد إجازة الأمومة قادرت داوم فانفلقت وجبت حد الثاني الخط الأول بعدك قبل ما توصل لنسميه المدير المالي أو اللي هو المحاسب مع كل احترام والتقدير فانفلقتن قلبت بشخص تاني فانفلقتن قلبت بشخص تاني يعني دهشت فانفلقتن قلبت بشخص تاني انت نفس الشخص؟ حاولت تلعب على الموضوع حاولت تلعب على الموضوع فقابلت الشخص و قلت له ماسكتنا بالترخيص هي وتعرفت على تذكر كلام تذكر حاولت تلعب على الشخص الذي تلعب على الموضوع في مصر و صاروا ايد وحدة لا تستطيع أن تسيطر علي تذكر هذا يا عيب الشوم لما ينقال عن شخص تطلع بعدين هي زوجتك تمام؟ لا وهي وجاي ما فيك توقفي دواكل القو انا دايما باكل القو لا يكون بعلمك ما رح عدد بس اكيد دواكل القو فانتي لو عملوليك دعاي ولو عملوليك خلصي لو جنتي كيت وكيت وكيت كلهم على شاكلتك يكونوا عادة على شاكلتك لانو شوفي اهم شيء انك تحفظ كاركتيرك تبقى تبقى تستمر فازك لماذا تذكرت الوردات مشان منطف على الموضوع هدون هن الوردات شكرا ألف 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 شكرا شكرا إلك ماي باست كلاينت شكرا ألف 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 شكرا شكرا فذكرت وكلمة تحسوا فيه شغل شغل تاني شغل طبخة تاني طبخة بدك تساويها تفرط لبن لما بدك تخطروا تحط الحليب بتسخنوا في الترتوكولة يفتر عادة فيه ناس بتلمس أصبعتها فيه بشكل انه تحمل الحرارة وتعدل العشرة وبعدين بتحط الخميرة خطرة اللبان وبعدين بتسكره وتغطيه وتدفيه وتتركه اذا تحرك قبله بيفترط اللبان وهون نفس الشيء اي شيء يصير يا الله فيه غلط فيه غلط ما متزبط طبعا انا كنت تعطيه اميج انه يا الله يا الله يعني قديش مقدب قديش محترم وهو ما بيقدر من جواتك وسخ يعني اقرب الناس اليك اخواتك بتعرفك انك وسخ اخواتك بتعرفك انك وسخ اخواتك بتعرفك انك وسخ تجارة واقتصاد ايام الازمة بسوريا الحرب بسوريا كنت شو عمرك هلا لو حسبتهم وانت انت تركت بالسنة دوبة اذا عامل عامل سنة اذا عامل فعوة عامل سنة ليه عام قللك هي لانه هالوردات بتذكر لما كل كزا لحد انا مو قصت كنت ممشيك على الشوري بس هذا السيستم اللازم يمشي ما متعود عليه فكنت انت حتى متكفل بكتير لانه هادي ما بتقدر ما بتقدر والحولك ما معاودين ما معاودين فما بتطفع معك فكانت تقدم ورد طبعا هادي الورد اللي بصوروا تمام قبل منا اجياني اتنين بوكي لان اقول اتنين بوكي ورد مو قص ما صورتهم ما فيك تقرفوا من الورد الورد بيبعت ورد الورد بيبعت ورد اما احيانا لما تكون انت سوري غربج فما فيك ما فيك فيه بفيلم تيمور وشفيئة لما بتيجي وبتصير وزيرة شفيئة ايه طابوا لالفيلم بقدم لحده ورد فا بيرميهم تيمور بالزبالي زبالي دايما ما بتحموا الورد تمام الورد للورد تمام وشي تاني ارجع تاني مرة بقول دايما الكرامة خليفو الكرامة ثم 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 الكرامة سبع مرات الكرامة دايما كون عزت نفس مرفوع راسك شو ما كانت جنسيتك الجنسية مش هي الاساس شو ما كانت جنسيتك انت اللي بتفرض جنسيتك وانت اللي بتفرض حالك انت اللي بتفرض كل شيء انت اللي بتفرض قرارك بتترك الناس تذكرك لو نصاب رح تنعرف نصاب لو كذاب رح تنعرف كذاب كمان سوري أحدهم قال عنك دايوثة دا يا دال يا واو كاملوا تعرف ليه تزري ليتتو دا كاركتور الشخص لازم يكون رجل رجل مش النور تفرخ القطط بتفرخ القطط بتفرخ تمامو هاد المفرخة لا وكون واثق بحالك لما بدك تتزوج كون واثق يعني هاي كرامتك هردك عارفت علي كيف فكون واثق بهذا الموضوع فهمان علي يا سقسق تمام سقسق بتعرف شو يعني سقسق يعني لما الواحد بتجيب كنافة فبتحط علي قطر وبتسقسقه فبينزل القطر زيادة وانتي هذه الرسابة اللي بتبقى ياريت لو قطر مع انه القطر قول دمائير لما طبعا السكر هي من اكتر الكتير اشياء الضارة للجسم لازم تعرفوا هو مثل مخدر بيشتغل بعد فترة مثل افيون جربها لكن قطع على السكر لشهر تماما سكر سكر تماما تماما ورجع ورجع استخدموا شوف الطعم كيف يكون قول دمائير لما قالت طبعا لما احرقوا هالاقصى كانوا متعودين متوقعة انه انه سير كتير اشياء طبعا ما حدا فقالت نحن مطمئنون ما عنات هلا واجت اتطمنت لسبب تاني اتطمنت لسبب تاني انه العرب بياخته سكر هاي لازم لازم تعرفوا هادا الشيء هلا فيه في بدائل السكر في بدائل السكر هدا مش موضوعنا ولكن بالمجمل هادا اللي بيسأسئ اللي بيسأسئ دايما هيك والكرامة شو ما كنت بتشتغل شو ما كنت دارس هي مو هون الحضور الحضور مو هو شو انت دارس لا الكرامة والحضور انت بافعالك بتصرفاتك بخفز وملح ما بتعرفوا ابدا انا انا واثق يعني بسبب الكثير من الاشياء اللي صارت فايو دونت نو كرامة عرفت علي كيف بالاسباب كثيري اول شي كنت تحكيها لمرتاك طم قلب الدجاج البياضة بالنسبة لك تمام مو هيك الشغل مو هيك الشغل يعني انا مع كل الاحترام والتخدير لاحقا قالوا لي ومع كل الاحترام لما قالت حتى خبير التجميل ما قبلك تشتغل معك ليه عارف ليه طبعا انت تارك تشتغل بمركز ثاني واخد ترخيصها لمرتك بنفس المركز تعرف ليش ما قبلك تشتغل لانه اعملت العقل قبل القلب لما انا بشوف واحد هيكي مثل الصوس على اساس الصوس وهو فرخ بس ممكن يطلع فرخ نحن ما بنعرف بعض الديناصورات كانت اكل للعشاب وبعض الديناصورات كانت اكل للحوم لما بيطلع صوس لما بيطلع صوس فاكون صوس يعني بتقلب ديك مينموم ديك مع تقلب بين هلالين شكرا للوردات طبعا كان كلمة ادايا انا لانه في اشيه كتير لوجيك كانت تصير بالمركز كان يجيني ورد طبعا اخر ثلاث بوكهات ما صورتون مش عرفا بالورد ما احد بيقرف بالورد بس عادة بنيورولينجويستينك بروغرامينج بعلم البرمج اللغوية العصبية لما بدن بيدرسه في شخصية شخص مشهور عبقري لنقول تحاول تقلده بأكله بشربه بنومه بلبسه كيف بيتصرف يقال انه هذا الشخص يستنسخ لما بتقلد كل هذا الشي رح تستنسخ نفس ردود الافعال او نفس الفعل يعني لما انت بينام بالساعة فلاني بفيق بالساعة فلاني بيعمل كذا 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 فلاح يصير في تغيير بالجسم يناسب هذا الشخص بالشخص التاني اللي قلده كان من قبل دارج بيقلدني هلا هي شغلة ايجابية لما تقلد انت شخص كويس طبعا انت ما في ملموم بدك تلم على ناس وصخة ما بتقدر ما بتقدر دايما هيك يعني الضفطع قاعدوا ما بيقبال ما بيقبال بدو طين و بدو مستنقع و بدو ما بيقبال تمام حتى نفس الشي جبلوا للأرض أرض سعدان يا سعدان جبلوا السعدان هو الأرض جبلوا ذهب لا بدو موز لازم ياكل موز البطة لما بدت تشرب بتمرر شوية مطين وبتصفي اذا انتبهت او ما كتير بتعرف انت دارس بس تجارة اقتصاد ما دارس شي تاني بتشوف على الطرف المنقار مثل الأسنان هادون اللي يصفوا من النون بينزل التراب وبيبقى العوالق فانت عالقة العالقة كمان بتفيد تدرس منه وتعطي كتير مضادات التهاب بالجسم بالجسم فالفكرة مشان ما تطول الموضوع الورد للورد والورد بيبقى ورد تمام والتاني لوحة ما بتقدر لازم تكون وسخ طبعا حتى اللي حولك بيعرفوك اللي هيك بيتعاملوا معك ما تفكر حالك سيدنا يوسف وحولك اخوتك بيعرفوك هنه يمكن كلهم يكونوا اليوسفيين وانت الوسخ طبعا شكرا كتير على الوردات غطت على شجرتي المفضلة ولا اكل همه شكرا كتير على الوردات طبعا حدا قال لي من النضوية هي ما كتير مضوت هالشي هالسنعي حتى شجرة ما عملت شي اكيد لأسباب كتير شكرا كتير على الورد هذا هو الورد الورد بيكون بدون مصلحة الورد بيكون عرفانا بشي عرفانا بشي عرفانا ما بتعرف عن انتي ما بتعرف بتعرف تنصب بتعرف تكذب بتعرف تتزوج وتفرق وتخبي تمام؟ سلام شكرا شكرا